اهلا وسهلا بكم على وقع التوتر بين روسيا والغرب والذي خلفته الحرب الروسية على اوكرانيا والذي ايضا لطالما انذر باحتمال اندلاع حرب النووية لا سيما مع كثرة التلويح باستخدام السلاح النووي لكن ما الجديد قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم قال ان موسكو ستواصل تطوير الثالوث النووي المكون من صواريخ باليستية وغواصات وقاذفات استراتيجية باعتباره الضامن الرئيس للسيادة الروسية شويغو قال ان الجيش الروسي سيعمل على ابقاء جاهزية الثالوث النووي القتالية في عام 2023 مشددا على ضرورة التدريب ووضع الخطط وتوريد المعدات للقوات المسلحة بناء على الخبرات المكتسبة في كل من اوكرانيا وسوريا تصريحات شويغو سبقتها تصريحات من الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي قال فيها ان روسيا ستحافظ على استعدادها القتالي وستعمل ايضا على تحسين الثالوث النووي وتحدث ايضا عن اتخاذ اجراءات شاملة لزيادة القدرة القتالية للجيش الروسي وهو ما اعتبره خبراء انتقالا للصراع بين روسيا والغرب الى مربع اكثر تصعيدا قبل ان نتعرف اياكم اكثر على تفاصيل الثالوث النووي الروسي نتعرف الى قدرات روسيا الصاروخية في روسيا يسمونه يوم القيامة والغرب يسميه الشيطان والاسمان يدلان على صاروخ واحد هو سارمات الذي سيدخل الخدمة نهاية الفين واثنين وعشرين يزن الصاروخ نحو مائة طن وله قدرة على حمل رؤوس نووية تقدر بعشرة اطنان وبهذه الحمولة يمكن ان يسبب انفجارا اقوى الفين مرة من القنبلة النووية سارمات ليس وحيدا فهو احد افراد العائلة التي تضم ايضا صاروخ كينغال هذا الصاروخ الروسي الذي لا يمكن اعتراضه كما قال وزير الدفاع سيرجي شويغو ومن الممكن تزويده برأس حربي تقليدي او نووي وصواريخ كينغال متخصصة بتدمير السفن الحربية الكبيرة وحملات الطائرات اما سرعته فيمكن ان تبلغ نحو 12 ضعفا لسرعة الصوت بمدن يصل الى 3000 كيلومتر وفي بحر بارينتز جربت روسيا منذ اشهر صاروخة سيركون الذي اصاب هدفا في البحر المتوسط بمسافة تصل الى 1000 كيلومتر هذا الصاروخ الذي يصنف من الاسلحة الاسرع من الصوت او الفرد صوتية يمكنها التحرك بسرعة تصل الى تسعة اضعاف سرعة الصوت وستنضم للترسانة الروسية رسميا خلال اشهر وفي ترسانتها ايضا صاروخ ضمن الخدمة ويتميز بقدرات نووية صاروخ توبول الباليستي العابر للقارات والذي يطلق من منصة متحركة ويعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه اكثر من 11000 كيلومتر ومخصص لحمولة نووية تتراوح ما بين 500 و 800 كيلوتون اذا في هذا الوقت والذي يحيط بروسيا نوع من التوتر ويضغط عليها الغرب بعد شنها حربا ضد جارتها لم يبقى امام موسكو حل سوى التلويح بالخيار النووي لضمان سلامتها ووحدة اراضيها كما تقول وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال ان بلاده ستواصل تطوير درعها النووي او الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية هذا تصريح اخير لكنه ليس بجديد فخلال العام الماضي اعلنت موسكو الامر مرارا ما اثر قلق الغرب فما هو تحديدا الثالوث النووي بداية روسيا واحدة من اقوى الدول النووية في العالم فهي تمتلك وفق المعلن 6000 قنبلة نووية هذه الترسانة يمكن استخدامها برا او بحرا او كذلك جوا وهذا هو ما يعرف بالثالوث النووي نبدأ بالضلع الاول من هذا الثالوث وهو وسائل هجوم برية نووية روسيا تمتلك صواريخ من نوع ارض ارض يتم اطلاقها من قواعد ارضية ثابتة وكذلك متحركة لضرب اهداف على بعد الاف الكيلومترات فيما تشير التقديرات الى ان لدى روسيا ما يزيد على 300 صاروخ باليستي عابر للقارات تحمل اكثر من 1100 رأس نووي الضلع الثاني فهو قدراتها البحرية النووية تمتلك موسكو صواريخ نووية يتم اطلاقها من البحر في اتجاه اهداف برية باستخدام انواع محددة من الغواصات الاستراتيجية ووفق التقارير تتكون القوة النووية العملياتية لروسيا من 11 غواصة صاروخية باليستية تعمل بالطاقة النووية اخيرا وبهذا الضلع الاخير يكتمل الثالوث وهو القدرات الجوية النووية لدى روسيا تمتلك روسيا نحو 68 قاذفات قنابل ثقيلة في اسطولها الجوي النووي وتتألف هذه القاذفات من فئتين الاولى توبليف تي يو 160 وهي المعروفة ببلاك جاك اما الثانية فهي توبليف ثمانية او خمسة وتمانين والاخيرة هذه الاخيرة يمكنها حمل 700 رأس نووي تقريبا اذا مشاهدين نتحدث وإياكم بمزيد من التفصيل حول هذا الامر ضيوفنا معي من موسكو عبر الأقمار الصناعية السيد فيكتور ليتوفكين الخبير العسكري والاستراتيجي ومعي من واشنطن عبر زوم السيد إيفاني لان زميل اول في معهد الاندبندنت للسياسات ومستشار سابق في قضايا الامن القومي اهلا وسهلا بكما اذا نبدأ معك ضيفي من موسكو عندما نتحدث عن هذه الجاهزية وعن رفع مستوى الجاهزية العسكرية واستعداد موسكو بهذه القوة النووية سواء على لسان وزير الدفاع أو كذلك على لسان الرئيس الروسي هذا الامر إلى اين يقود المعركة وما هي دلالاته؟ إن هذه التصلاحات تشير إلى أن روسيا مستعدة للدفاع عن مصالحها ضد أي عدوان خارجي أو أي محاولات لشن عدوان على روسيا وخاصة البلدان التي تمتلك أسلحة نووية في العقيدة العسكرية الروسية العقيدة العسكرية الروسية تنص على أنه إذا ما تم شن عدوان من قبل دولة ما أو تحالف بلدان ضد روسيا أو أحد البلدان الحليفة لروسيا فإنه يحق لروسيا استقدام الأسلحة النووية للرد على هذا العدوان وما أعلنه سرغي شيقو اليوم أننا سوف نعزز من قدراتنا النووية لكي لا يتسول أي أحد نفسه بالهجوم على روسيا إذن إلى السيد إيلاندا سيد إيلاندا يعني مثل هذا الأمر الآن روسيا تصرح بأنها سترفع جاهزيتها إلى المستوى الأعلى خصوصا من ناحية الأسلحة النووية والغرب بأكمله يقف أمام أو مع أوكرانيا بشكل كبير ويمدها بأنواع الأسلحة خصوصا الأسلحة الدفاعية هذه المعادلة تؤدي إلى فهم واحد وهو أن أمد الحرب سيطول من وجهة نظرك ما الذي سوف يغير هذه المعادلة هل تعتقد أن العمل الجديد سوف يحمي المفاجأة جديدة للعالم وسيحمي العالم من هذه التبعات التي ستقود إليها مثل هذه الحرب بالتأكيد الأمر دائما يصعب التنبؤ به عندما تضع تنبؤات قد تكون غير صحيحة حتى الآن أعتقد أن الأوكرانيين ينجحون في صد العدوان الروسي وسيستمرون ذلك في المستقبل روسيا سوف تزيد من زخمها العسكري ولكن لا أعتقد أنه سيؤدي إلى نتيجة فعلية وهذه القوة المدربة بالتكتيكات الفعالة حتى إذا كانت لديها التدريب والمعدات المناسبة بقادرة على صد الهجمات وبالتالي سوف تستمر أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وسوف تصمت والأوكرانيين نجحوا ضد جيش قوي بالفعل إذن دلالة هذا الأمر مزيد من إطالة أمد الحرب ولن يكون هناك شيء جديد أعتقد أن الناس يقولون حول العالم بأنه يمكننا الحصول على السلم وبالتأكيد السلم أفضل من الحرب ولكن بالنسبة إلى الأوكرانيين الحصول على أراضيهم واستعادة سيادة أراضيهم هو أمر لا يقوم بالتنازل عنه وبالتالي هم مستعدون ومحفزون للقتال وسنرى هذا في أي دولة يتم احتلالها أو غزوها الناس دائما سيكون لديهم الروح المعنوية التي تدفعهم للصراع والقتال وعلى عكس الروح المعنوية لدى الجنود الروس الذين ربما ليس لديهم نفس الزخم ولكن هذا يؤدي أننا سنشهد قوة عسكرية قوية ومحفزة بروح المعنوية عالية جدا في أوكرانيا مستعدة لخوض هذه الحرب حتى نهايتها لا نعرف ما الذي سيحدث خلال الربيع القادم عندما تكون القوى العسكرية أكثر نشاطا من وضع الحالي ولكن بالتأكيد من سيصمد أطول هو سيكون الرابح في النهاية طيب سيد لوتكين عندما نتحدث عن هذا التلويح الدائم بالقوى النووية نحن نعلم أن موسكو تحاول إرسال رسالة واضحة للدول الغربية بأن السلاح النووي قد يكون خيار من الخيارات خاصة في الدفاع عن النفس لكن هل تعتقد أن لدى روسيا أي نية لاستخدام السلاح النووي ولو بأي طريقة في هذه الحرب مع أوكرانيا لتحقيق أي هدف مهما كان إن الأسلحة النووية الروسية لا تموت بأي صلة إلى ما يحدث في أوكرانيا فالأسلحة الاستراتيجية النووية مخصصة لحلف النيتو والولايات المتحدة وفقط يمكن استخدام هذه الأسلحة النووية الروسية ضد بلدان النيتو أو الولايات المتحدة ونحن لن نستخدم الأسلحة النووية ضد أوكرانيا نحن لدينا أنواع أخرى من الأسلحة التي ساعدتنا على ضم أربعة مناطق أوكرانيا إلى روسيا وهي دونيسك واللوغانسك وخيرسون والتالي عندما أسمع الحديث من الولايات المتحدة أن الجيش الأوكراني يحارب روسيا بنجاح هذا غير صحيح أن الحرب من وجهة نظر الولايات المتحدة وأن هناك أحد يلعب في طاولة الشطرنج هم يحركون الأحجار على طاولة الشطرنج في أوكرانيا من خلف المحيط الأطلسي ويقتل هؤلاء الجنود من أجل مصالح الولايات المتحدة وليس من أجل مصالحة أوكرانيا وعندما يتحدث عن أن الجيش الأوكراني يدافع عن أرضه ينسى أن كثير من الأراضي الأوكرانية قد أهدتها روسيا إلى أوكرانيا وكانت هذه الأراضي أراضي روسية وأن هناك قسم كبير من سكان أوكرانيا ناطقين ومن أصول روسية وناطقين باللغة الروسية والجنود الأوكرانيون يدركون جيدا هم يحاربون من أجل مانا من أجل أرضهم أم من أجل حلف الناتو ولذلك نرى هم يسلمون أنفسهم بالمئات وهناك المئات يفرون من أرض المعركة لو أنهم كانوا وثقين من أنهم يدافعون عن أرضهم لحاربهم بشكل آخر طيب سيد إيلاند أريد أن أسألك الآن الغرب يدعم أوكرانيا بشكل كبير ولكن أيضا هناك محافظة على رتم المعركة بأن لا يتدخل أحد من الدول الغربية والحلف الناتو في هذا الصراع المباشر هل تعتقد أن هذه الوتيرة هي التي ستبقى وأن الأوكرانيين هم من سيدفعون ثمن هذه المواجهة مع روسيا وأن الوضع سيبقى على هذا الحال لتحقيق أهداف معينة منها مثلا استنزاف روسيا أم أن هناك شيء مختلف سوف يشهد العالم قريبا أعتقد أن هذا أحد وسائل لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل بشكل عسكري الولايات المتحدة تلعب ربما بقوانين الحرب الباردة والأمر نفسه ينطبق على روسيا ومن خلال ذلك يمكن دعم حكومة معينة وإمدادها ولكن لا نريد أن يكون هناك مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا أو أي من الدول الغربية ولكن أوكرانيا الآن تواجه هذا الأمر لصالح أوكرانيا ليس لصالح الناتو الأوكرانيون يقاتلوا كما يجب للحصول على أراضيهم واسترجاعها الأراضي التي استولت عليها روسيا وبالتالي لا أعتقد أن الحقائق على الميدان تشير إلى أن الأوكرانيون لا يبلون بشكل حسن لأن الأدلة تشير أنهم استرجعوا قوات عفوا أراضي بالفعل قد تم السيطر عليها والعكس أيضا يقول بأن الروس قد تكبدوا خسائر باهظة ولا أعتقد بأن الأمر مختلف عنها إذا موسكو مرة أخرى سيد ليتوفكين نتسأل اليوم وزير الدفاع تحدث على أن روسيا تبني على خبرتها من خلال الحرب في روسيا نعم في سوريا وأيضا في حربها مع أوكرانيا يعني اعتماد سوريا بشكل كبير على هاتين المعركتين أو على خبرتها من هذه المعارك في المنطقتين كيف يمكن ترجمته على أرض الواقع؟ كيف يمكن أن تستفيد منه روسيا في هذه المعركة التي تخوضها والتي قد تطول؟ إن هذا كان يتحدث أن الحرب مدرسة جيدة ونحن بناء على الخبرات المستقعة من أرض المعركة في أوكرانيا أو من قبل في سوريا نعلمها للجنود الجدد وهذه الخبرة تساعدت اليوم على تحرير مدينة سليدار وأرتيوموسك ومما يفتح الطريق أمام كريمينشوك وغيرها من المدن في جمهورية دونيرسك الشعبية وأي في الأيام المقبلة والسبوع المقبلة سوف يتم تحرير كافة أراضي دونيرسك عندما يتحدث الولايات المتحدة عن عدوان روسي على أوكرانيا لا يتذكر الأمريكيون أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة كانت قبل ثماني سنوات تشن غاراتها وتقصف مدن دونيرسك واليوم يلفزون سياستهم العدوانية ضد روسيا عبر أوكرانيا حتى أن وزير الدفاع أوكرانيا السيد شكرا سيد فيكتور انتهى وقتي بكل أسف سيد فيكتور لتوفكين الخبير العسكري والستراتيجي كنت معي من موسكو أيضا كل الشكر لضيفي من واشنطن سيد إيفاني لاند زميل أول في معهد اندمندت السياسات والاستشار سابق في قضاء الأمن القومي شكرا جزيلا لكم شكرا